موسيقى صباح الخير هل عدنا إلى المربع الأول في موضوع تشكيل الحكومة خصوصا بعد الأجواء التي راجت مؤخرا عن موقف مسجد للقوات اللبنانية يعيد النقاش إلى المحور الأول إلى رفض القوات اللبنانية بحصول رئيس الجمهورية على وزراء من حصته ما هو موقف رئيس الحكومة سعد الحريري هل هناك أملاءات خارجية هل العقدة داخلية أم خارجية هل الحديث عن تأخر في تشكيل الحكومة إلى بداية الخليفة المقبل هو كلام صحيح وما التأثير ذلك على الواقع اللبناني طبعاً بدأتف إلى المشهد الإقليمي اليوم هذه العنوين رح نحاول أن نقشها كلها بتفاصيلها مع ضيفي أهلا وسهلا فيك أستاذ جوني منير الكاتب السياسي صباح الخير صباح الخير أهلا وسهلا بس قبل ما بلش بكل هول سالنا يومين ثلاثة عم نشوف يعني مشاكل كتير بزحلة بموضوع الكهرباء بوقت بوقت كان كل لبناني يقول ليكو زحلة ليكو زحلة وكان مع أنه يعني الحل هونيك مش بعيد عن الدولة أو خطة الدولة في حل خاص بمدينة زحلة اليوم شو هم بيصير بزحلة ليش في هذا الخليف مع أسعد نكد من بعد ما كان مطولاً هو كان عم بأمن بتسعيرها معينة الكهرباء لزحلة خلينيلك هو السؤال اللي عم تطرحيه أنا بطرحه ومفتكر كل الناس بطرحه لاش هلأ شو معناتها هلأ يعني لاش بعد الانتخابات النيابية ولاش قبل وهون الأهم ما يخلص موعد جديد أو موعد الامتيازي اللي ياخده وقبل آخر السنة مفروض يتجدد أو ينلغى الامتياز طبعه طيب لاش هلأ هني عم بيقولوا أنه من شان التسعير أنا بخده على نفسي مواطن زحلاوي بيتي بزحلة بأكتر شهر يعني مفروض أسرف فيه بالصيف لأن الصيف كل الوقت كوفه بشكل متواصل هو بشهر قاب لأنه بشهر قاب ممكن تدوري أيسيات زيادة بسبب الشعب تعرفي ولا مرة جاوزت فيتورتي بقاب المئة دولار بدفع تحت المئة وخمسين ألف لطولة كهرباء كاملة بالنسبة لي السعر أكتر من ممتاز هلأ هني عم بيقولوا الشكوى يلقوا وبعتقد مش بس أنا يعني أنا وبتسمعي بكل الزحاني يعني عنده نفس الانطباع أنه إيه في توفير كبير بها در موضوع هلأ بتسمعي بالشكوى يللي هلأ ما بعرف ليش رجعب قدك التوقيت ملتبس التوقيت بيحمل يعني ألف غمز ولمس بس لكن عم بتقولي أنت بهاي الكهرباء هلأ أنه في موضوع التسعير أغلى من غيرها مئة بالمئة يمكن خلينا ما بعرف أنه إذا بتوفر عليك مستعلي يعني عم نشوف أن ابس اليمعوني يوم كتب على مواقع التواصل الاجتماعي وأيضا ميشيل ظاهر نعم أنه التسعير يجب مراعاة لأهل زحلة قلت لي كداش بدفع ديش تسفعي ببيتك أنت حسب أي شهر أنا عم بسألك عم قلت لك البيك الزروي قداش تسفعي اتنين بس التسعير هذي هلأ ما كانت الماينة مش هارين ثلاثين لما كانوا سوا على اللحة كهرباء الدولي أرخص من كهرباء سحلة يعني أنا بدفع كهرباء الدولي في طولة كهرباء الدولي بس أنت عم بدفعي الكهرباء كاملة مع المطار مع كليش مع المطار يعني المطار عندي الكهرباء لما تناطع مفتوح عب تلاتين أمبار أربعين أمبار ما بتك بشير كود وعلي الديجونكتور اتنين برجع بإليك يوفر علي بكون ممنون بس هلأ انتبهوا له هذي طب ليش تحتى من شهرها ما انتبهوا له ليش من أربعة شهر ما انتبهوا له انه يومتها كانت مسألة تانية ما هيدا برجع بكررلك السؤال ليش مسئبة بعد وعنا بإلي اسأل وبرجع بإليك بيوفر علي بكون ممنونه اذا بيشي حدا بإلي والله فيه نزلة بس لكن 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 الأساس هيدا بروح بينعمل إذا كان شحطين هذا هو السبب الفعلي إذا كان بتروح هيدا بتعمله لما تجدد العقد انتوية بتعمله لبنوت حول كيفية احتساب الأرباح تبعه يلي بتعمله ضمن العقد ما بتطلع بتخبر برا كيف وبالتالي أي إخلال بشروط العقد بتروح وتاخدوا على القضاء يلي بيحكمه بعدين في إيراشروطه هو دافع عن نفسه لا يدى الموضوع بس برجع بإليك أنا ما بدي أخذ أنا بدي أتمنى إذا بتنزل علي بعض أكتر ممتاز لكن إنه يكون معهم يحصل باب من أجل الغاء هذه الميزة هالمؤسسة الناشحة يعني ما يكون موضوع بتفوت عن موضوع التسير وهكالحال هيدا رأي كل الزحال يطلع سأريون إذا كان هيدا الباب مش هيدا الغاء وهيدي بتكون أنت عم تلغي مؤسسة تجربة ناشحة من أجل تعميم تجارب فاشلة واحد اتنين كل الناس حتى بالسياسة هل تعتقد أنه الغاءه هل تعتقد أنه هل تعتقد أنه ملحق سري لتجديد العقد يعني كيف يعني 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 وابا عرف يكون فيه عم تقول حضرتك إذا تحت حتات شهطة تحت أنه إذا كان لتخفيض السعر لشو ممكن يكون غير خبرنا عم تفتح الباب على أنك تقولي أنه تفوتي على أنه تقولي أنه فيه أشياء فساد يعني مثل كان عم بيقولوا بهذا الموضوع وبالتالي يجب إلغاء هذا الموضوع بتخطيه بغير طريق بتروحي إما لإلغاء الامتياز أو لإعطاء الامتياز لحدة تاني وبالحالتين هي مسائل ما بتسوى لأنه إلغاء الامتياز شفنا ألغيت امتيازات سابقة وكانت كثير عطلة يعني صار فيه دحش موظفين وصار عندك انقطاع الكهرباء وصار فيه يعني بتعرف أنت الإدارة العامة مش زنب بس الوصائط اللي فيها تصير في عطل بعد ربع ساعة بيتصلح بأي مؤسسة بأي مكان بلبنان بينعمل هيدا برجع بقول في مجال للتخفيض بهذا الموضوع من ضمن العقد بالتفاهم انتوية بتعمله بتاخدوا على القضاء أو بتدفعوا غرامي بهذا خليني روح فيها على السياسة بالسياسة اسمعنا الكل اللي عم بيقوله بدنا الله مركزية السياسية إلغاء امتياز زحلة هو ضرب يعني ضد هذا المنطق وإذا كان هذا المطلوب بتكون الشغل كتير بشعة وما برفتكير بتكون عم تناقض كل ما عم نعله بالسياسة لا بل المطلوب على العكس تعميم هذه التجربة إيه مع وضع ضوابط ربما ما بعرف مالية اللي أنا ما بعرف فيها تعميم هذه التجربة على مستوى كل لبنان أولا بتعميم اللامركز بيكون عم تساعد أكتر باتجاه اللامركزية واثنين واثنين بتكون بالوقت نفسه عم بتخفف من مشكلة الكهربية اللي ما عمليه بس هيدا بتكون عم تعطي امتيازات يعني والامتيازات تؤدي أحيانا كثيرا إلى الاحتكار والاحتكار يؤدي أحيانا كثيرا إلى بتعرفي بتعرفي شغلي يعني أنا أسعد يعني أسعد يعني السيد أسعد نكت اليوم هو محتكر هذا القطع في زحلي وممكن دفعي مثل كن شيء بتدفعي بتدفعي يعني ممكن نتيجي هذه التسعير لأنه اليوم أسعدنا قد صحيح أنه يؤمن هذه الخدمة ولكن هو أيضا يربح أموال طائلة وهو محتكر هذه الخدمة في زحلي خليني أقول أنت بتعرفي الجباية 100% بزحلي بالقضاء زحلي بتعرفي أكتر أنه في قرى عم تترجى لتفوت على هذا السيستام ما عنده القدرة لا يعطيها لأنه ما عنده الإمكانية على الشبكات لأنه يعطيها ثلاثة الصيانة اللي بديه وإذا بيخفض السعر طبعا بكون ممنونه بس برجع بقول مش هايدي الطريقة هاي الطريقة بتأدي أو مبين واضح مع خلفيتها لأنه أنا أكيد أنه فيها خلفيتها بتروح بالتجاه أما إلغاء الامتياز أو أنك تعطيه لحدة تانية ربما لتفوت على مش ناكت عملك إذا ما كان في بنود سرية أخرى لأنه تفوت على الموضوع الأرباح رأب الأرباح ما أقول لا بس لكن مش بهذه الطريقة بترقاب يلي عم ينطرح ولكن الحال في عنا مش هكي كتير كمان برأيي إذا كنا منهتم بالناس وعدناهم بطرقات ووعدناهم بتونيلات وبترينات وبمطارات ومدري شو خيام بلش بيأخو ديك اللي هني أهم مع تشديد على أنه يجب إذا في شي مظبوط مرتفع بهذا أو ربح فاحش مثل ما عم بيقولوا أنه يترقاب بس أنا مرتاح مثل ما هو كمواطن زحناوي بدي أروح للموضوع سياسي قبل ما نروح للموضوع السياسي هلأ هو متداخل بما أنا عم نحكي عن الكهرباء الباخرة 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 عملت قصة الباخرة اليوم أهل الجنوب كتير عم بعبروا عن انتعاض من اللي صار من نقل هذه الباخرة من الزهراني أكبر المعامل في لبنان وأكثر قدرة على توزيع الكهرباء إلى كل مناطق لبنانية إلى الزوء هايدي الباخرة إلى أي مدى برأيك هي ستزعزع الواقع السياسي بالجنوب واقع السياسي يعني كيف داخل طايف الشيائية قصديك صح ما بلشنا نشوفها لأنه ما في شك رجع لك أو أقوى سلاح بممكن خلصت موضوع أيام سلاح الحرب تقليدي أقوى سلاح ممكن تهز يعني السلطات أو الهدوة سلاح الحياة اليومية أو المعيشية طبعا الناس بتشوف بالعراق السورات اللي طالها هي بناء على الأساس اليوم حتى بإيران التركيز بهذا الموضوع بالتالي أنت بس تتحرك بهذا الموضوع نعم يؤدي إلى أذية أو إلى هز عروش القوى خليني أقول بس بالنسبة لهيدي الباخرة بالزيت سمعت سمعت مبارح كلام وزير المال يلي برأيي نزل لتحت نشان يستوعب الانتقادات الكبيرة يلي نحن نشوفها على السوشيال ميديا ما بقى فيه مخبة العالم ما بقى مخبة مفتوح علي بس لكن المنطق يلي عم بيقولوا أنه هني رفضينا طبعا شرح أنه هاي بتعطي ساعة ونص مش أكتر كانت لو الجنوب وبالتالي هاي بتعطي كل لبناء المفروض بيغض النظر لا لا بس بدي أقول أنه الأرقام صارت يعني متضاربة فلان بيقول هيك وفلان بيقول هيك بس بغض النظر عمقول هو وشو عم بيقول هو عم بيقول الوزير علي حسن خليل سمعتم بارح وكانت بالصدفة عم بيسمع الوزير سيزار أبي خليل يلي رجال ردة لي بس هو عم بيقول أنه هاي دي ساعة ونص بتاعتي كانت مش أكتر وبالتالي ليههدي روح الناس وكان في معلومات غير صحيحة صححة عم بيقول شو عم بيقول وعم بيقول بالمحل أنه نحنا نقزتنا بهذا الموضوع هي موضوع البخري ستصبح مستدامة من بعد ما حصل بالأمس تمسك أكتر برأيه بما معناه أنه أنا بكرا إذا شغلت هاي دي البخرة وصارت تعطي كهرباء أكتر بأيلول لأنه تعرف بخف مصروف الزروة في استحالة درشيلة بقى لأنه بتصور علي الناس أكتر وبالتالي الحل المؤقت يلي جبناه ويلي كان هو فرور فيه يعني بيكون الفخ أني أنا أخذ مستدامة هاي دي وجهة نظره اللي بيطرح علامة استفهام حول هذا الموضوع هو أنت لما هذه البخرة وقرت في مجلس الوزراء تتذكري البندي اللي صدر فيها ويلي قال هي لأول ثلاثة شهر سمعت الوزير أبي خليل مباري عم بيقول أنه أنا اللي بدرت وطلبت بتصحيح الموضوع وقلت لأ ليه ثلاثة أشهر مجانا لأنه كانت معمولة لأول ثلاثة شهر عال بس في اللي حط يعني مفروض أمين أمين عمج وزراء مفروض هو اللي يكون يحط لهذا الموضوع أنه لأول ثلاثة شهر وتلميذ بالابتدائي بيعرف الفرق كتير مليح بين لأول ثلاثة أشهر مجانا أو لثلاثة أشهر فقط مجانا تلميذ بالتبداية بيطرح السؤال أنه الفرق كبير بالتالي ما في مجال أنك تغلط فيه ليش تحط هذا الخطأ المتعمد برأيه اثنين لماذا لم يحاسب الذي وضع هذا يعني الوضع هذه العبارة شوها أو زور أرار مجلس الوزراء وشو خلفيته المضبوط ما كمين تطرح بالمقابل في علامات استفهام كبيرة بس إلى وين بد تودينا هلأ يعني هذه العبارة إلى وين بتودينا أول شي يعني بتخبي هل الباخرة يلي هي جاية عمقول استناداً للكلام يلي عم بيقوله الوزير الوزير المال هل هي بريئة هيك فقط هذه الشركة قدمتها ثلاثة شهر وبعد تفللها أم أنه تخفي وراها مسائل تانية شو تخفي وراها ما هل عم نقوله عمقول إحدى المسائل لما أقررت أقررت قالوا حطوا بمجلس وزراء خلافاً لقرار مجلس وزراء وبرجع بكفي لك سمعت الوزير أبي خليل عم بيقول أنه هو بادر وطالب بتصحيها خلافاً للقرار في نوع من التزوير لأله أول ثلاثة شهر شي وثلاثة شهر فقط شي تاني يعني في البعض عندهم خلفيات في هذا الموضوع هون السؤال وبرجع بحيلك يعني برجع بوجهلك الأسبوع الأسبوع الإشارة أنه هذا أمين عام مجلس وزراء مفروض يكون مسؤول عنه أوكي بس هل هذا يغير في واقع أنه هذه الباخرة كانت ستغذي مناطق الجنوب أكثر بكم ساعة لا بس مش هيدا المسؤول بس يعني 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 أصدق أنه ما تقوله حضرتك لا يغير من واقعة أنه هذه الباخرة رفضت أنه ترسي أمام معمل الزهراني أكبر المعامل في لبنان مزبوط والذي كان سيؤدي لتغذية المناطق الجنوبية أكثر وإذا كان موقف وزير المال علي حسن خليل أنه ما بدي بعدين بقيلول يصير فيه صعب أن يشيلها للكهربا للباخرة ما هي باقية باقية بحسب عقد مجلس الوزراء إلى حين معين وبالتالي وهنا داخل مجلس الوزراء حركة أمل يعني ما المبرر يعني ما الرابط ما الرابط بين إذا كانت مجانية ولا غير مجانية نحن عم ندفع عم ندفع بالآخر أنا ما عم بتبنى موقف بس إذا بدي إشرح الموقف أنا ما عم بتبنى هذا الموقف بس إذا بدي إشرح الموقف هو بيقول من بعض مصارت هذه الإشكالية بالأمس أنه هذا تأكيد على أني بعدين بس بدي يوقف قولها الباخرة هو وقف شغلة بتقوم الناس أكتر كيف لا خليه تمسك لي فيها لأنه بدوها لماذا مرأت بمجلس الوزراء من الأساس هالشركي صحيح ليه مرأت ما فيه بس توصل عند أهلو بالجنوب أنه بدون كهرباء يقولون لأ أنا ما بدي لأنه بتطمعوا بعدين يعني بتطمعوا بتطيروا بدكم كهرباء اللي عم تقوليه صحيح منطق وأنا بأيده بس لكن أنا برجع بقول شغلة شركة الكارادينيزي شركة تبغى الربح طبيعة الحال كل الشركة تبغى الربح ولما بتقدم شي مجانة ما بيكون لأنه هي مش عميلة خير مش المسؤولة عنها غراف الحظيرة ولا كاريتاس حتى كاريتاس صارت في عند الموضوع هدا موضوع تاني لا لا عمش موضوع تاني اللي عم بقوله أنه هي هدفها من هيدا الموضوع شو الوزير خليل وأنا لا أتبنى أنا أعرض واضح واضح عم بيقول أنه هيدا هدفه تعلق مشانة كفة بالبواخر اللي قدام ارجع كفة فيها ونحن لا نريد ذلك نحن نريد المعامل وأنا قادر أحمل كم أشهر زيدي بالتقنين لح التكفي بموضوع المعامل ما ظل نواقف على موضوع البواخر هدا رأيه ايه بس نعم هذا رأيه بس بتقيقي كان موفق بتقيقي كان موفق بهذا الموضوع بقال لك لا لأنه الناس بالآخر بس بلاشت لك أنه الناس بس تقرمي لعا الأمور الحياتية ما بتوقف والآخر بتعمل صورات على الديم وما بتقشع لأنه بالآخر بترفض يلي فوقه لأنه هذه تتعلق بلقمة عيشة يعني الناس قلت بابا فيها تتحمل صحيح ومش بس بموضوع الكهرباء بأكتر من موضوع عم نشوف في تظاهرات بالجنوب بلشت تتبين هيك بشكل عفوي بكل الأحوال هدا موضوع يا طول ننتقل للسياسة عم بقرأ لك عم بقرأ مقاليتك الحكومة في قراءتين قراءة بتقول أنه العقدة داخلية خصوصا أنه اليوم في أشواء أن القوات عادت إلى المربع الأول ورفضت وترفض حصة رئيس الجمهورية أن العقدة داخلية وفي قراءة بتقول أن العقدة خارجية ولكن ذراعها داخلية حضرتك من أصحاب أي قراءة لا منها أنا بقول من الأساس ما طلعنا من المربع الأول ما رد حكى بعضنا الحكومة كان في عندها عقدة العدد وهذه لأول مرة وكمان بقراءة موضوعية من دون تبني أي موقف لأي طرف بلشت المشكل بموضوع في 11 وزير أو ما في للطير الوطني الحر وفريق رئيس الجمهورية وأنه نحن إذا بهذا الظرف ما فينا نعمل 11 وزير ما بحياتنا فيها نعملها تلت المعطل مظبوط سمعت نفي لأله طبعا ما حدا رح يتبنى هذا الموضوع بس لكن تلت المعطل مع رئيس الجمهورية أنت بتكوني صاحب الكلمة الأولى الأولى وعلى الإطلاق بمجلس الوزارة اثنين وهذا ما أورد ويمكن أشار إله رئيس الجمهورية إنه هذه الحكومة يوما ما لأنه صحيح هي بتخلص ولاية مجلس النواب قبل استحقاق الرئيسي لكن متقربين الأرجح أنك تمدد ولاية مجلس النواب وتظل هذه الحكومية ستشري فيها الانتخابات الرئاسية ضيف عليها المسار العمل الطوير الذي يكون عندها وبالتالي هذا يؤدي إلى توظيف أنه تكون ورقة أساسية في معركة رئاسة الجمهورية يلي قام رئيس الجمهورية عنها أنه الوزير جبران بيسير هو في طليعة المرشحين لهذا المنف فأذن هذه مسألة هنا في فريق أو خليلين برأيه جميع الفرقاء لكن كل واحد بطريقته يرفض أعطاء الثلث أو المعطل ل رئيس الجمهورية والتائر والتائر في فريق بالشكل الواضح هو الخصومي أو الخصومي اللي رجعت ظهرت شكل الواضح مع القوة البنانية لا مع السعوديين هون نتيجة بتصير مع السعوديين يعني رجعت باعدت كتير المواقف وفي كلام أكتر عن السعوديين عن حالة ندم أنه كيف مشوا بالتسوية مسؤولين سفراء سعوديين مثلا يلي بأوروبا يلي بفرنسا وفي كلام أكتر عن تباعد وبالتالي وجوب أنه في نقل لأحد ديبلوماسيين الخليجيين في لبنان أولو أنه عهد العميد عون رسمناها براية بيكون عهد تصريف أمال مش بمعنى الحصري أن الحكومة تبقى حكومة تصريف أمال بس لكن أنه لا يستطيع أن يأخذ كل هذا المناخ كل هذا المناخ بتنزلي على الموضوع الحكومي فأزن هون يترجم بتلاقي فيك الترجمي فأزن مصبوط بتلاقي هون تمسك في هذه الحصص لو قدر أنه يكون في 11 وزير مسيحي للفريق طيار الوطني الحر ورئيس الجمهورية يعني سيكون في ثلاثة لأنه في واحد إجباري لطيار المرضى يكون في ثلاثة للقوات هون موضوع ثلاثة لو مش الحال هيك أكيد كان أطعت كانت يعني برأي جارة تجاوز الموضوع الدرزي لكن طالما هون ما مش هيك وهون صار في محاولة وهلأ إذا تشوف المحاولة حول موضوع وزارة الخارجية لأنه تأخذ أنت حقيبة حقيبة أساسية بس لكن حقيبة سيادية بس لكن القوات بس لكن في ثمن لألة ثمن يعني ثلاثة وزراء مش أكثر ما برأي مش الحال لأنه هي هون الأقضة سياسية لتلك شو خلفيتها لذلك المسألة مش مسألة تعدوا وكالكولاتريس وحطت وأيضا على المستوى الدرزي لذلك منهم تفهم التمسك أيضا ولي جملات بالثلاث مقاعد هذه كانت بالبداية لكن استجدت شيء آخر برأيي العقد الأكبر لذلك بلشت قول من ثلاث أسابيع أو أربع أسابيع حتى وقت كانت الموجة عارمة أنه مش الحال وأنا كنت ضد المنطق كنت بعرف أنه قلت الحكومة في الغيب دحك ولا يكتر أنه شبهك لكني مش الحال هنا بس أنا بعرف أنه لا استجد أقضي أكبر إلى علاقة بموضوع التطبيع أو التواصل الشرعي والواضح والمباشر ما بين حكومتين اللبنانية والسورية بما معناه جدول أعمال هذه الحكومة سيكون بالتواصل برنامج عملها بالتواصل مع الحكومة السورية لألف ملف وملف مننا الناس حين ومننا معبر المعبر الأردن ينتظر لبنان من شأن ينتعش اقتصاديا بما معناه ضمن التسوية التي قامت عليها التسوية الرئاسية من سنتين سقطت قامت على مبدأ يومتها النائب النفس والحياد وما إلى هناك الظروف تغيرت واقع المنطقة تغير الحرب بسورية خلصت أو تكاد في إقرار مش بس أمريكي سعودة ولي العهد بلسانه النظام باقي بس لنشوفه بدنا يباعد عن إيران فأزن وفق هذا الموضوع هذه المعطيات الجديدة تستوجب معطيات جديدة أيضا في لبنان وبالتالي تجاوز برجع بقول عم بستعرض نعم مش عم بفروض تجاوز موضوع التسوية روحية أو أساس التسوية الأولى والدخول في تسوية جديدة هذا اللي بدأ أحكي فيه بس بعد فاصل إعلانة هل فينا نقول أنه انتهت التسوية التي أوصلت العماد بي شلعون إلى رئاسة الجمهورية ترأي لي وساعد الحريرة إلى رئاسة الحكومة وميه شو رح تحل مطرحة مع قصة البيانة للوزارة لأنه يعني هو موضوع شوي طويل فما بدي أقعد شو رح ندخل بفاصل إعلانة أصيره من الجهة أعود لكم مشاهدين إلى هذه الحلقة مع ضيف إسنس جوني منيار بدأ أرجع رحب فيك يعني قبل ما ندخل بالفاصل فتنا بباب كثير كبير ورح نحكي فيه هلأ بالمحور الثاني الحكومة المقبلة ستعكس موازين قوى جديدة في لبنان هم تقول حضرتك أنه التسوية التي بني عليها هذا العهد عندما انتخب العماد بي شلعون رئيس الجمهورية وكلفوا رئيس الحكومة سعد الحريرة أجهضت أو بطلت صالحة للحاديث في لبنان وبالتالي اليوم بلنا على مشهد جديد تماما شو هو هذا المشهد أين حزب الله من هذا المشهد خلصت صالحية هذه التسوية نعم عندما ذهبوا لحتى يعملوا التسوية الرئاسية كان في منطق يقوم على أساسه ويلي تبنيه الرئيس سعد الحريرة ستذكر يوم متى طلها الوزير جبران بيسيل على التلفزيون مع زميلنا مرسيل غانيم أورد نقاط الأساسية خلال المقابلة كان متفاهم عليها أورد نقاط الأساسية اللي هي قامتها لها هذه التسوية أولا نقي بالنفس عن الصراعات في المنطقة تحديداً الموضوع السوري اثنين تعاون بالداخل وتكون الحكومة مبنية على ستتعاون بين فريقين وأن لا يجري تهميش رئيس الحكومة كان في عدة نقاط ما في استفافات أصلاً ما شفنا استفافات بهال ويوم متى قالنا نحنا تكريس انتهى ثمانية وارباة عشر شو يعني انتهى ثمانية وارباة عشر في لبنان وهو كان انتهى قبله بكتير بس تكريس هذا الموضوع يعني الصراع الإيراني السعودي في لبنان حط اللي هي على الأجهزة صحيح ويوم متى السعودية توافقت مع الأمريكيين حول هذا الموضوع رغم أنه في كان رأي حرزان داخل الإدارة الأمريكية حتى كانت إدارة أوباما صحيح بس لكن في رأي حرزان أنه لا يجب أن نذهب في هذا الاتجاه وبالتالي يعني ما كان عندهم سئة في هذا الموضوع بتذكر أحد الدبلوماسيين البيرزين بوزارة الخارجية اللي يشتغل في لبنان بيقال لي يوم متى بيقال لي زعلنا السعوديين بكتير ملفات بالمنطقة تبقى أيام أوباما مش رح نزعلهم بهذا بدهم هيدا أوكي رح نمشي فيه هيدا شو اللي تغير بالمسار اللي وصلت فيه المنطقة الحرب السورية خلصت أو تكاد بس على القليل على الأقل على مستوى القرار خلصت يعني بقاء النظام الرئيس الأسد فيه ترتباط عم بتصير على مستوى التسوية السياسية شايفين بين سوتشي وبين جوناف بس لكن إليه روسية الدور الأكبر هناك وهذه الترتبات عم تخضع إلى حتى إيران يلي عم تشوفي بالمنطقة الجنوبية على العمق 85 كم لبقى فيه وجود مباشر للإيرانيين أو حلفائهم بما فيهم يعني حزب الله فإذا هيدا تسوية جارة تثبيطها على الأرض وبقى إدلب يلي برأيه فيه تلويح بالعمل العسكري بس هدفه تشوتي على تسوية السياسية هيدا بيستتبع أنه هذه التسوية يلي حصت في لبنان يلي بني أساسا على موضوع النقي من الموضوع السوري انتهت ركائزها دمرت ركائزها ما يعني أن الحكومة الجديدة يجب أن تذهب وتحاكي هذا المنطق الجديد شو يعني المنطق الجديد هو أنه فيه فريق بسوريا اسمه الرئيس الأساس دربح في هذه هذا مش هذا مش عم بقوله نعم وقف سعوديين قالوا نعم الأمير محمد بن سلمان قالوا بقى خلص هذا الموضوع عال هذا ربح وبالتالي طالما تغير الركائز السيئة هناك عليك أن تغير الواقع فيه بدك تترجمه نعم موضوع النازحين خليني أقول أول شيء مؤتمر هرسنكي أكد على هذا الموضوع بغطاء دول كبير أمريكي روسي نعم وعمل برنامج عمل صحيح أحد بنوده موضوع عودة النازحين السوريين خديها منه مظبوط في إعادة للنازحين السوريين لسوريا والهلأ راح قصم صغير منهم لكن سوريا ستتوقف قريبا عن استقبال النازحين السوريين على أساس أنه أنا لن أتابع هذا الموضوع إلا بحوار باستكمال بدي فيه برنامج طبيئي بدي أعمله طبعا ضمنا تدرك أنه هي بدى منه هذا المكسب السياسي بموضوع التواصل بين السوري والنازح هذا الموضوع وأيضا أنه بدك أنا كف أنا وياك بالمعبر تبع الأردن هي كمان بدك حوار طويل عريض أنا وبالتالي فيه تنسيق طويل عريض علينا أن نتذكر أو نورد في الوقت نفسه أنه في خطوة عم تصير على الأرض عم يعملوها الجيش اللبناني بالتفاهم مع الأمريكيين ومنهم بعد عمنا السوريين وهي إغلاق الحدود أو إمساك مراقبة الحدود وإمساكها بشكل مية بالمية بين لبنان وصوريا ونالك استمرار وهي خطوة العليقة بهديك لأنه الغرب لما بيتصرف بيرائب هونيك وبيكون عم ينفذ الخطوات اللي عنده والسوري بيكون بصمته موافئ أنت عم تركب بعد الأبراج الأبراج يلي فيها جهزة بتقنيات عالية لترصد أي حركة بالحرارة حرارة الجسم أو أي شيء هناك وعم تعاملها بالتعاون مع الإنجليز بشكل أساسي وأيضا الكنديين وخصوصا الأمريكيين لهلأ صارت مغطية بنسبة 85% لحدود باقي الـ 15% يلي هي أصلا فيها دوريات بس لتكون مغطية عبر التقنيات بحاجة لبعين 6 شهر والسنة حد أقصى بتكون أقفلة الحدود اللبنانية السورية بشكل كامل عبر هذه الأبراج تحت نفوذ غربي تحت نفوذ دولي يعني البريطاني أعطيك المعدات بيكون الجيش اللبناني اللي عم يعطيني واضح هو لما عم يعطيني هذا الموضوع هدفه إغلاق هذه الحدود ونحن عم نعمله والصوري موافع علي قابل عم بيقله بس بده مكسب سياسي كمان إنه كمان شوها الخبرية هده في عندي كتير أمور بدي أبحثها العلاقة بالتعاون أمنى وما نستحفين بين السوريين والفرنسيين الفرنسيين عم يترجوا يعملوا التعاون يستمروا بالتعاون أمني مع السوريين السوريين عم بيقولوا لا بدنا مقبيلة تطبيع وبلش الفرنسي من خلال تعيين سفيره بإيران كمسؤولة عن ملف في السوري بلش أول خيدي خطو يقولي تمهيدا لعادة فتح السفارة في دمشق طيب هون عم تقوله السعودي عم بيقول لا واكتشف السعودي بعد فترة إنه أنا خسرت بالعراق حتى حضوري اللي عم بعمله هلأ لا شيء بسوريا كانت خسارة كاملة أنا ما بق بدي أطلع من لبنان وبالتالي بدي أرجع فعل حضوري بالبنان عبر ألجبها البعرفة سميها 14 أدار اللي بتسميها 14 أدار بس إنه بدي أرجع أعمل حضور لألي في هذا الموضوع ومش بالتوقيت السوري هذا الرئيس السعودي مش بالتوقيت السوري بدي أعمل هذه الخطوة من الحكومتين اللبنانية والسورية هذه ليست تحصل لكن وفق توقيتي أنا يلي علاقة بلفات كتير بالمنطقة يلي علاقة باليمن بشكل أول وملفات أخرى في المنطقة هذا المشكل يلي هو صغير برنامج عمل الحكومة جديد يلي برأيي صارت هذه العائق الأول برنامج عمل الحكومة جديد ورح أقل لك شغلة أبلغ الرئيس سعد الحريرة بطريقة أو بأخرى بس لكن أبلغ إنه هذه الحكومة المقبلة يجب أن تقرر أنت بأنه تكون هي حكومة ستتواصل بشكل مباشر مع الحكومة السورية لن تبقى الكنوية مفتوحة فقط عبر ممثل لرئيس الجمهورية اللي هو اللواء عباس إبراهيم ستكون هذه من خلال التواصل الأساسي جاوب الرئيس الحريرة أنا مبروح على سوريا وما بفتح مع سوريا ولو طرب قيد الديني ما بارك طبعا هذا الموقف السعودي نعم مشان هيك لأهلأ بتقول هي هذه الحكومة رح يضل في عندها عوائق ومشاكل لتشكيلها هلأ بتقولي بس أنت بوصل بهذا بده وقت خليني أقول إلا علاقة بموضوع الجاري تحضيره مع سوريا أنا برأي ولادة حكومة لبنانية جديدة ستكون بحاجة لتسوية جديدة تماما بحجم التسوية اللي قدت لوصول الرئيس عون للرئاسة الجمهورية والرئيس سعد الحرير للرئاسة الحكومة وهذه التسوية تقوم على أساس معطيات إقليمية جديدة أو خليني أقول طريق التعاطي لبنان مع الملفات السورية بطريقة جديدة ولن تت ما في قدرة تعملها غير روسية اللي صار عندها النفوذ الكامل في هذا الإطار هي قادة تعمل الترتيبات من شان نوصلها هيدا صار بالمدر المنظور بيقول لك لا أكيد مش بالمدر المنظور بس أدى اليوم الرئيس سعد الحرير قادر أنه يحمل هذه الجبهة خصوصا أنه دائما هو يؤكد على علاقته الممتازة مع رئيس الجمهورية وأنه هو دائما يقول أنه لا علاقتي مع فخمة الرئيس ممتازة ولكن العلاقة المستجدة هي اللي بلشت تتغير هي مع التير الوطن الحر إلى أي مدى اليوم الرئيس الحريري اللي هو خسران عشر نواب بالانتخابات نيابية اللي هو كان عنده أزمة اقتصادية اللي هو كان بالفترة الماضية كل الوقت هو بحلف وثيق جدا مع رئيس الجمهورية والتير الوطني الحر في كل الملفات في الداخل إلى أي مدى يستطيع الجبهة أو أنه يكون أنه قدمتها هو ينتظر في هذا الموضوع الغطة السعودية أخذ الوكامل السعوديين يلي سهتع بحاجة يلتلك لحركة دولية العلاقة بالروس والأمريكان بس أخذ الوكامل وليكن ما عنده مشكلة بقى هلق بالداخل بخلاف الصورة اللي مبينة السعوديين مش كتير واسقين بالتزام الحريري الكامل بهذا الموضوع بدليل بالتزام الحريري اللي كامل بموقفهم بدليل أولا التلويح بتغيير أو بتعيين سفير جديد لألون في لبنان كان يومتا الطرح أنه بشيلوا القائم بالأعمال يلي طلبوا الرئيس الحريري ممكن يجيبوا السفير يلي كان عنده حساسية منه الرئيس سعد الحريري لأنه كان بخصص السبهان لما لوحولوا بهاي كانوا يلوحوا للرئيس سعد الحريري وبالتالي عم يقولونه أنه فيه بما معنى عدم رضع كامل أو عدم ثقة بيثباتك بموقفك هيدا لذلك إذا بدك شفتيه من يوم متى علم موقفه شوي ورجع ضب أكتر باتجاه سمير جعجة يلي برأيه ضمنا مشاعره ما كتير بتودله وقرب رجع من وليد جملة تمسك بالحالتين هلأ في إشارة تاني كمان أقصى بعطوى السعوديين هي موضوع زيارة الوزير أن هذا المشنوق يلي بالشكل كانت كثير يعني ملوكية وبالمضمون ما كان فيها شي بيشوف على الاستقبال الكبير بيقول بالمضمون في شي بالمضمون ما كان فيها شي أن هذا المشنوق المختلف مع سعد الحريري شكل الزيارة كان موجه رسالة موجه للرئيس سعد الحريري أنه كمان بموضوع هذا المختلف معه وهذا تنقذ منه أنت ويلي عنده طموح لرئاسة الحكومة لذلك برأي الرئيس سعد الحريري يلي ضمنا وأنا ربما أتقاطع مع السعوديين أنه ضمنا مش كثير ميال يعني ضمنا مش كمير بس لكن مشبور قبل ما يعني تغير الأمور مشان هيك ربما مثلا تسمع الكلام يعني ما بعد كيف ترجمه للوزير بيسيل لما نقل الرئيس سعد الحريري يشد حالك شوي يشد حاله شوي بوج مين شد حاله شوي بوجي أنا بوجي السعوديين أنا تقديري هذا ترجمت إلو أو على الأقل بوجي المطالب طبعا في لبنان بموضوع القوات اللبنانية والحزب التقدم لشو الرئيس سعد الحريري شخصيا ما عنده مانع أنه رئيس جمهوري وطايا الوطني حري ياخده التلت الضمن بحكومته لا بفتكر هايدي عنده مشكلة فيها نعم بس لكن ربما بغض النظر يعني عن موقفه من السعوديين صحيح هو ما عنده مشكل عنده مشكل صحيح نعم بس لكن ربما بتلاقيه له طريقة فيها بهذا الموضوع هلأ رئيس سعد الحريري بتقول لي مشكلتك المسار السياسي اللي عمله بتقول لي بالآخر ممكن يقبل بكل شي قبل بسليم جريساتي ووزير عدل وقبل فيه يعني يكون باحتفالات ذكرى رئيس رفيق الحريري صحيح مشاناك وفي مسائل تاني كتير تراجع عنها مشاناك ممكن يخلط اللي ما بيخلط البعض يقولوا ممكن يقبل ممكن يعني ما بيثبت كتير بس اليوم المسائل مختلفة وبرأيي السعوديين ناويين مشاناك رحقلك شغلة أول شغلة حيعينوا سفير جديد لقلهم في لبنان قريبا هلأ كيف تكون هويته تزعج الرئيس الحريري أو بتبسطه أو بيكون بالنص ما بعرف أكتر ناويين حيبلشوا يطلبوا قريبا جدا حسب ما فهمت أنه يكون في نوع من التعاون الوزاري ما بين لبنان والسعوديين واللجان المشتركة لمعالجة موادية لها علاقة بالاقتصاد وبالسياحة وما إلى هناك أولي العنوان بالدبرية وهذا بيعني أنه السعودي بده يكون في لبنان اللي يواجه لها يعمل التوازن مع السوري هلأ بداحك شو عن حزب الله حزب الله أذن الله السوري في هذا الموضوع ما تفصيهم بهذا الموضوع يعني هن عون حزب الله اللي هو أكتر مسألة الحياد كنت عم تقلي أنه قبل بالحكومة الماضية في كتير مسلمات كانت موجودة اليوم ستتغير الحياد بين موضوع السوري شو رح يصير بموضوع حزب الله لأنه اليوم كمان هذه القراءة اللي عم تتفضل فيها حضرتك أنه اليوم أنت يا رئيس سعد الحديد كتير بين مزدوجين منصاع لفريق رئيس الجمهورية وهو رئيس الجمهورية حليف حزب الله وبالتالي هذا الانصياع إلى حزب الله كمان مش مقبول بهذه النقطة أين حزب الله من كل هذه المعادل حزب الله بفتكر من بعد اللي عم تتوني عن رئيس حريري مزبوط وهي من ضمن الصراع لتلك السعودي حزب الله سلوكه شيفتيه هذي وقعد على جنب لعدة اعتبارات أول اعتبار أنه أخذ قرار بعد الانتخابات النيابية نتيجة مصار عام ونسي نتيجة بعض المشاكل أو بعض المسائل اللي حصلت الوقت الانتخابات النيابية ووقت الحملات الانتخابية أنه سيلتزم حلفاء ومعروفين يلتزم بهم لكن من دون مبالغة بهذا الالتزام يعني ضمنا لن يذهب كما ذهب مع العماد عون في معركته في رئاسة الجمهورية بدي يفترض أنه معركة الناس الجمهورية اليوم عم بفترض حسب الله هيروح مش هيقاطي علىها وبالتالي لن يأخذ خطواتك سيبقى بتمسكا بحلفاء لكن لدرجة ضمن درجة تحايلو مش أكتر نعم يعني لن يكرر الموقف يلي أخذه مع العماد مش العون مع أي مرشح أكيد أكيد هذا قرار أخذه أكيد ولا مع سلمان فرانجية أكيد ولا مع حدا لأنه أجواء المرضة بتقول أنه موعود الوزير السابق سلمان فرانجية بكلمة من حزب الله مسألة تانية هذه كني بيقولوا أنه أكيد عليقته أنه من بعد هذه أكيد حزب الله سيكون أقرب إلى السلمان فرانجية هذه مسألة تانية بس أقرب بسود حليفه بيكون قريب لاي لكن لن يقاطع بقى مجلس النواب خلصت نعم اثنين حزب الله طبعا عم بيعيني من مشاكل كبيرة على مستوى المنطقة الملفات كبيرة المطروحة متضبط وفي عندك حفلة هجوم كبيرة هو يقارب الملفات الواقعة اللبنانية من خلال هذه الزاوية وهذا اللي بيخليه قاعد هادي شوي بموضوع الصراع الداخلي وموكله للرئيس نبيه بره أعطيه هذا التوكيل للرئيس نبيه بره لذلك يعني شعر انه هو كان المعركة اللي صارت تحول موضوع داخل الشيعة ما كانت بوقتها كانت بتأذيه لانه هذه تؤدي الى تعريطه ضمن بيئته في وضع عم بيواجه فيه وقت موضوع الشيعة شميل السيد شيعة جنوب واللبقى انه الطريقة ما كانت يعني طريقة طرحة ما كانت ما كانت بمكان ثلاثة بموضوع حزب الله برأيي كمان السكوته هلأ له علاقة بيترك مطالبه للاخر حزب الله بعد ما ابرز مطالبه بشكل واضح بس تنحل لقضية الاقليمية ونرجع نفوت على الموضوع الداخلي وتنحل موضوع التلط المعطل لانه في حسابات قلتلك داخل مجلس وزراء وحسابات رئاسية وبس تنحل قصة التلط المعطل يعني حل التلط المسيحية والدرزية حيوصل حيحطوا مطالب لإله بموضوع السنة المقعد الوزارة السنة من خير اشتيار المستقبل هلأ في شيء استجد أكتر حطوله بمعنى انك الامريكيين رافضين يكون وزارة الصحة مع حزب الله كدية مني وانا رجعت سألت بهذا الموضوع اللي بعرفهم بواشنطن دحك علي انه هيدي بتكون على مستوى مجهولة على مستوى ضي لها علاقة يعني ضمن مصالح معينة انه ما تمر وزار السياق وممكن تكون الوزيرة راحة السفيرة راحة حكيت انه منفضل وزارة الصحة ما تكون بس لكن فعليا لا تشكل ما هو لا تشكل هيدي يعني محزور امريكي فيه المحزور الامريكي اللي علاقة مثلا حزب الله يقرب على حقائب الامنية داخلية دفاع او وزارة الخارجية او الاتصالات بس عفوا انا ما فهمت ليش وزارة صحة لها علاقة بموضوع الادوية وما الادوية وممكن انه يفتح بكرا وزير هني قالوا لعليها بالمساعدات اللي برا ما كل وزارة فيها مساعدات من برا بس بأعتقد هي مشكلتة حقيقية مالية لانه ممكن تفتح البيب لأدوية وانا هون مسلا رح قلت شارية اتفجأت ادوية معمولة مشابهة معمولة ربما بإيران وحقها بيطلع 20% انا هون بدي اسرع بس هذا ما بيصير إلا بموافقة مجلس وزارة ولا ارار وزير بس الوزير ما بفتكر الوزير بياخد هذا بيمنعون عن الاتصالات وزارة الاتصالات بيمنعون عن وزارات المهمة بس مش هيك يعني هي تاخد شوية جدل ربما ورقة للمقايدة لأعيقة بس انا اكيد انه عالي بعرف سون ما طالما فتحنا قصة وزارة الصحة وبشكل هذا بعد نجاي كنت بسفرة مع العائلة بتركية زهلت لما نفت على فرماشية سار في دواء انا بياخده سعره انقص اربع مرات هو زيته بالتركية هاي الفرماشية مش مجينية عم تربح واللي عطينا عم يربحه واخدينا من نفس المصدر والعلبة زيتها ونفس الفبركة ونفس دواء تاني انقص ثلاث مرات انقص كيف ممكن انك تلاقي هذا الموضوع بأي تبرير وبأي يعني هون بتطلع اذا كنت بدي احكي عن فساد هون فساد ما هي السرقة سرقة الاسعار كيف انا دولة الامكانيات الطبقة الفقيرة عندي بيهل بيهل كيف ممكن انه يكون في عندي على فشخة مني هذه الادوية بتكون ناقصة اربع مرات اربع مرات السعر يعني اربعين دولار هون في طرد هونيك بتجيبه بعشرة دولار اذا ما كان اكتر كيف شكل بتقبل مافيات هي من اكبر المافيات ووزارة الصحة المجلس الوزراء كيف مقبول هو ذاته بدولي حدك بينبعد ما بدك خده في الادوية بتكون رخيصة بالوقت اللي عنديها غالي هالقد هالقد بيه لبنان مش عم بيحكي دوة تركيبته مشابهة او طالع عم بيحكي عن الدوة ذاته نفس الدوة مظبوط مظبوط هيدا تضاف هذه الفاتورة الى الفواتير اللي بيدفعها لبنانيا بشكل طائر نحكي عن الفقير والمريض وعن الناس اللي عم يدفعوا هالكمية كيف مقبول لاي يعطي يعطوني الجواب لاي هذا الربح اللي فيه يشارون على حساب صحية الماضية اكيد بره يربحوا يعني فور الربح هيدا هذا خير فضايح التزوير الأدوية يعني بدي أرجع للموضوع الحكومي كنت عم تقول حضرتك انه اذا حلت عقدة التلت الضامن حل العقدة الدرزية كيف كأنه انت عندك تلت الضامن بديك 11 يا بتأمن ال11 من ضمن الحصة المسيحية صارت صعبة صارت مستحيلة تقريبا يعني مع الاقرار الأربعة بس ماوقف النقب بلد بعض ومتمسك هون عم بيروحوا ربما لقدام انك تلاقيها او بدو ينزل حدا على العشرة او بدو يكون في عندك لارجح انا بعتقد رح يكون في الوزير التالت وقت الحل الوزير التالت الدرزي رح يكون وزير دولة يعطو حقيبة دولة وبيكون مسمى من قبل الوزير طلال ارسلين ومش معطرد عليه الوزير وليد جومبلوت وبالتالي يعني بيكون عمليا من خارج حصة ال11 عشرة ونص رجعنا لأسطة وزير الملك مش الملك يعني انا مثلا بفتكر انه الوزير بس تعتقد انه رح يتمشي هيك حكومة يعني بتعتقد انه التسوية المقبلة كنا عم نقول انه التسوية اجهدت تسوية المقبلة ممكن تسوية تسوية هذي كله بسير وتفاصيل بيلاقوا حلول لا لا اقصد هل يمكن ان نرى حكومة فيها تلت ضامن للرئيس والتيار الوطني انا رأيي لا تلت ضامن بشكل هذي السؤال تلت ضامن بيكون في ودية بيكون في ودية يعني بيكون في اكتر من وزير ملك بيكون في ضمانة انه لن يستطيعوا ان يتحكموا في مجلس الوزراء او في قرارات مجلس الوزراء طريق لحاله لحد الساعة بحسب الاجواء اللي عم تتفضل فيها حضرتك الاجواء السعودية و مش بس السعودية برأيي لتلك انا في اكتر في ناس عبروا فرقاء عبروا بشكل واضح انه التلت المعطين ما بدنا ما بدنا وفي فرقاء بقيوا ساكتين بس هون السكوت مش علامة الرضا او خليقين السكوت علامة الرضا على المعترضين في هذا الاطار مثل مين مثلا اذا بدك الرئيس بري موقف وقف بلاونيك انه ما بيعطي ما بيعطي فيه فريق لبناني من ضمن بيعطي فريق واحد ومعه رئاسة الجمهورية التلت المعطين لانه بتكون عملت تحكم انت على سنوات على عمر الحكومة يحكي الرئيس سعد الحريري بصلاحيات رئاسة الحكومة يعني هل قد رجعنا على المربع الاول هل عدنا الى مناقشة النظام اللبناني بشكل يعني صلاحيات الرئاساء هو اصلا في عطب بنية باتفاق الطائف واتفاق الطائف هو عنوين عريضة بيلمحطوط من اجل تدبير المرحلة كانوا السوريين يعبوه لما يعبوا التفاصيل ومشي كلا كده العنوان هلا بالداخل بعد ما فلوا السوريين صار كل واحد بدوا ياخد وكل واحد جارب يتشاطر يمد ايده على عصد غيره تحت عنوان اتفاق الطائف وضيفي علي انه نحنا ما عنا سقافة الالتزام او تطبيق الدستور هو منهج عام بالمبدأ بيكون ببريطانيا منعرف كله يعني هو مش مكتوب يعني بس التزام معنوي وانت بتطبيق بتاخد بيعطيك الاتجاه الدستور مشين تطبيق الحسن للموضوع هون لا ان احنا بنعمله مثل نتشاطر على بعضنا حتى كل واحد يلاقي يطبيق شي لمصلحته هو تماما كما بيعمل المحامين بموضوع القوانين حتى يبروا موكل او يعطوا حق لموكل بس هذا ما تمشي الدولة هي تصلح على المستوى القانون الموضوع بين الناس بس ما تمشي على مستوى تمشي الدولة لذلك اتفاق الطائف في عطب كبير في هذا الموضوع برأي انا يعني ايه صار من الماضي نحنا يمكن في صعوبة كبيرة انك تروحي باتجاه اتفاق جديد لكن من هون لوقت لانه نحن عاشي بأزمات بكل ما بديكتعمل لاستحق الدستور تبعيك ما بيحله ما بيعطيكي جواب واضح لقلو ما تقدر تحليه او حتى كيفية تطبيق فيك تعمل يعني فيك تأولي نفس النص فيك تأولي على 4-5 معاني وبالتالي فيها القوى السياسية تعرق الكل وبالتالي نحن نظام يولد الأزمات تحير الى حين انه نلاقي نظام جيد بدي احكي شوي مسيحيا مسيحيا يوم من بعد ما شفنا التسوية التي رافقت انتخاب رئيس الجمهورية وكان في ورق التفاهم وعلى النواية مع القوات اللبنانية وكانت الحياة بألف خير بيناتهم الى حين قبل الانتخابات النيابية او اذا بدك حتى في سياق مجلس الوزراء كان تيروطن حر عنده عتب كتير كبير على القوات اللبنانية في بعض الملفات انفجر هذا الموضوع قبل الانتخابات والانتخابات واليوم اليوم القوات هل هي يعني او الطرفين هل هم خلاص يعني هل يمكن ان نقول انه انتهى هذا اعلان النواية انتهى هذا الاتفاق ونحن مقبلين على شو على انه المسيحيين بحطوا فيتويات عبعض بيسقطوا كل المسيحيين الاقوياء في المعرك الرئاسي المقبلة لحتى نروح عند مسيحي اخر لا لون ولا ريحة ممكن ما بيقولوا اولاء المعرك الرئاسي المقبلة ستكون بين هؤلاء الاقوياء خليني اول شي انا عندي يمكن نظرتي خاصة الرئيس ليسر كيس كان من ضمن التصنيف طبعا انه هو لا لون ولا ريحة لقل له بس كان من افضل الرئاساء المسيحيين وصل جاء كمان كان وهذا التصنيف لا لون ولا ريحة لقل له كان قائل جيش كان خارج بس حتى نوضح شيئا لا لون ولا ريحة اقصد انه منه رئيس حزب ومعه حزبية شعبية ممكن يكون هذا لعبونه انه عبول خارج نطاق او خارج الانتاج السياسي او الحزبة في لبنان او الشعبة بس لكن كان رئيس جمهورية يعني الانجح ربما بس خلينا نفوت لهون اتفاق مع رابيا اللي صار برأيي لما نعمل كان كل يعني كان كل الفريقين اللي عملوه كل حدا عنده مصلحته فيه طبيعة الحال بالسياسي فيه مصلحته صحيح الجيد فيه لهذا الاتفاق لحد هلأ انه ما يزال صالح انه موضوع التشنج على الأرض غزيل ولو انه عم يرجع بس بطريقة خفيفة يعني موجود على السوشيال ميديا قد مبدك على السوشيال ميديا بس ما توصل ليه بشكل مباشر اثنين كل فريق كان بده منه مصلحته هلأ عندما اعلن او كشف النقاب عن ورق التفاهم كان تأكيد على انه خلصت يعني لما بتاعني عن شغلي كان سري جدا بتطرحية للعلن يعني خلص هذا الاتفاق طبعا خلص وانتهى وكان انتهى قبل بس اعلان موته النهائي كان مع القشف عنها ورغب انه هذه الورقة بالنسبة لي انا وبالنسبة لكتار شكلتنا يمكن مفاجأة او صدمة لانه تضمن مضمونه كان فقط محاصصة اخصائية فقط انه انا منصه وانت منصه فيه مشروع كبير انت عساس عم نحكي عن موضوع المسيحي مش هذا المشروع المسيحي وفي عندك شريحة كبيرة خارج الحزاب بغض النظر عن هذه وانه نترجموه عم بتقول حضرتك بالادارة مناصفة بين اتنين كأنه القوى المسيحي لاخرى غير موجودة وفي عندك شخصيات مش بس قوى يعني في عندك رأي عام كامل ما هو بناصري كده الرأي العام هيدا الرأي عام مش حزبي والكفئات موجودة عنده بشكل اساسي لحدد كبير من الكفئات بتكون خارج الحزاب عال بس هنالش حصروا يعني حصروا وظائف الادارات بالحزبيين أصحاب البتاقات لا بالمسيحيين بس لما عم تروح على التطبيق طبيعي كل واحد بينقء الناس يلي هن قريبين منه مش قريبين بس يلي هن بيسمون يعني موالين له بشكل كامل يعني الطاعة العمياء بتكون لأله هاي تغلب على الكفاءة بينما لو في معيار انتقاء على مستوى المجتمع المسيحي كله على مستوى الكفاءة بس كان موجود هذا البند انه تكون مش هكتوبة مش هكتوبة مش هكتوبة لأنه أنا بيخد نص بيخد نص شواء خبرية مش هناك بعض المحلات في عندي حتى وزارات يعني ما كانت ماشي الحال هلأ حتى يومتها من بعد ما صار هذا الاتفاق أنا بعرف انه في حدا كان عم بيقول بدي أضمن المرحلة التانية و بدي أمح المرحلة السابقة و في حدا كان عم بيقول أنا بدي أضمن موضوع رئاسة الجمهورية اللي هدا بيوصلي في هذا الاطار بس لكن بعدين أكيد كانوا رحين يختلفوا و أنا هذا الكلام قلتوا قدام كتار و قلتوا بالعلن ليه في تعارض بالمصالح الاتابة التانية هي موضوع رئاسة الجمهورية وهناك مرشحين لهذا الموضوع سامير جعجع و جبران بسيل مع حفظ الألقاب إجبارة و ما تنسى سلامي الفرنجي بس عم بيحكي بالنسبة بالنسبة للفريق بالثنائية إجبارة رح يكونوا بوج بعضهم رح يكونوا بوج بعضهم وبالتالي المسار لأنك تعزز أوراق كل واحد منهم بده يكون على نقيد مصالح الفريق الآخر يعني هذا الاتفاق لا يستحيل أنه يصمد على أن أدوات المعركة جزء أساسي منها موجود داخل الدولة اللبنانية لذلك نعم هذا الاتفاق بمفاعله راح بمفاعله السياسية والتحاصصية راح و طبعا بالتأكيد أيضا في نوع من المبارزة بين الشخصين أو بين رئيسي الحزبين يلي بيؤدي أنت بالآخر ما فيك تكفي فيه بالآخر عم بقيل المخرج أنه خلص وقتنا بس أنا بعد عندي سؤال استكمالا لهذه الفكرة بس لو سمحت دقيقتان طيب هيدا شو نتيجته نتيجته أنه اليوم بالمشهد السياسي كيف تصل لبعاست الجمهورية مزدود كيف سينتخل برئيس الجمهورية المقبل هل المسيحيين رح يودعوا فيتو يت ضد بعض يعني دكتور سامير جعجة بحط فيتو على جبران بيسي رح إلك وصلك رح إلك إني على السريع وخصوصا أنه حزب الله اليوم كانت عم تقول حضرتك لن يقوم بأي معركة يقفل فيها مش رح يجبر حلافاقه ولا رح يجبر حلافاقه بالدابط أكيد أنه سامير جعجة رح إلك من هلأ اللي بعرفه وزيده عشوية استنتاج بس اللي بعرفه أنه سيصوي إذا هو يحزوزه مش ماشي هو يحزوزه برأي مع الشيعة مش ماشي الحال وما بيقدر يجي الرئيس غير ليأخذ موافقة سنية شيعية ويكون عنده حيثية حيثية موجودة سيقبل بأي مرشح آخر غير جبران بسيل إذا هو مش ماشي حاله أي مرشح آخر عنده قدرة الفيتو بما فيها السلامية فرنجية عنده قدرة الفيتو مين؟ أكيد إذا بيطلب من السعوديين أنه أنا مش ماشي حالي هذا السؤال بس بدي أحط فيتو للعونيك وطبعا السعوديين ما بدون من يتفشهم بهذا الإطار بس لكن أيضا فيهم يتزرعوا بموضوع السلامية رجاجة عنده قدرة الفيتو بهذا الموضوع عند السعوديين والسعوديين عندهم قدرة تلإمساك بساعدة حالي سلامين فرنجية برأيك عنده حظوظ مع السعوديين مش طيب يمكن مش مرشح المفضل بس لكن مش بعاد عنه طيب بس أيضا التعير وطن الحرج برأي البزير جبران بسيل عنده قدرة الفيتو على يونتنين هذا ربما على سلامين فرنجية وعلى دكتور جعر بالموضوع 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 هذا وصلت أنت اليوم معك صوتك بس وصوت حزب الله عم مختريط ربما يكون عنده فيتو مش بساك عنده كل فريق منهم سامير جاجع جبران بسيل وحتى سلامين فراجية عندهم قدرت أنه ليس فقط الفيتو على الفريق اللي قدامه لكن أيضا يقدمو له لأي مرشح بالدنيا شرعية الشرعية اللي دخلت عن جديد بالمعادلة الرئاسية المعادلة الرئاسية تعتقد أنه دخلت سابته هذه الشرعية ولا هي أستثناء كانت مع العماد عون هو أخذها مباشرة بس عم بيقدر في جيرها كمان يعني فيقول أنا عندي هذه الشرعية يعني بدي أفترض اليوم جبران بسيل بده يقولك أنت بديك تكوني رئيس جمهورية أنه أنا شرعية اللي عندي إياها أنا بدعم نعم الجوزيفين دي لأنه تكون هي رئيس الجمهورية وبالتالي هاي الشرعية اللي عندي نقلتها نعم واضح بيقدر يعمل طبعا وهذا اللي بيخليه أنه يكون هذا بيعزز في هذا المجل لكن جوني من نير اليوم يقول أنه لا حكومة في القريب عاجل بتمنى تكون غير هايك بس ما نبين ما نبين يعني ولا حتى كنت عم تقلي ممكن بأي دول إلى حين إنجلا الموضوع الإقليمي لأنه مربوطة بتسوية إقليمية بدوني يعملوها برأيي أنا الروس يعني اللي بدوني يعملوها ليرتبوها ماشي مبيني سريعة خليلي ما مبيني سريعة نعمل غير هايك بتكلل أحوال شكرا لألك على وشترك معنا اليوم بحوار اليوم أهلا وسهلا فيك وبتمنى لك نهار أحد حلوك ماري بدك تطلع على زحلة كمانا بعائلتك شكرا لألكم مشاهدين على المتابعة و للإقاءة بتمنى لك ولادي السلامة